مع دخول العراق المرحلة العالية من تفشي وباء كورونا وتجاوز أعداد الإصابات حجز 3000 إصابة يومياً أصبح الفيروس التاجي موجوداً داخل كل منطقة تقريباً وهو ما ينذر بزيادة خطيرة خلال الأسابيع المقبلة خلية الأزمة النيابية أكدت أن الوباء بات ينتقل بين الناس من دون معرفة مصدر الإصابة حيث ينقل عشرات الأشخاص عدوى الفيروس لعوائلهم دون شعور بأي أعراض وغالباً ما تأتي العدوى نتيجة عدم التزامهم بالإجراءات الوقائية وعدم التعامل بجدية مع خطورة المرض أو عزوف المرضى عن مراجعة المستشفيات لإجراءات الفحوصات في وقت مبكر التصريحات الحكومية أثارت المخاوف من تحول العراق الذي يعاني واقعاً صحياً متهالكاً إلى بؤرة جديدة لتفشي الفيروس حيث أعلنت وزارة الصحة على لسان المتحدث بإسمها سيف البدر عدم نيتها اللجوء إلى سياسة مناعة القطيع لمواجهة كورونا فيما أكدت من جهة أخرى أن الحظر المناطقي هو أحد الطرق التي سيتم اتباعها للسيطرة على الجائحة والتي سيحددها الموقف الوبائي في المناطق التي ينتشر فيها الفيروس التعايش مع الجائحة التي حصدت أرواح أكثر من خمسة آلاف شخص في العراق يتطلب وعياً شعبياً بأهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي والتعامل مع الفيروس كعدو حقيقي يهدد المجتمع إضافة إلى حزم من قبل القوات الأمنية في التعامل مع المخالفين وتوحيد القرارات الرسمية جميعها من ستحدد تجاوز العراق لخطر الانهيار الكامل